خانية واحدة كنت بياخد الفيتامينز بتاعتي انا بياخد اوميجا سري لان احنا تكشبت ان احنا مش بناكو السمك كفاية فعندنا كنا نقص في اوميجا سري الحال اوميجا ده كويس قويس قوي ان هو بيقلل بكوليستروز الدم بقيت كمان بيزود قدرة البني ادم على الفوكس ان المخ يبقى منتبه لفترات طويلة طبعا زي طبعا اكيد انا محتاجة فوكس والولاد طبعا والمدارس وجده فبقى اننا ناخد اوميجا سري انا ببعتمش الكلام ده ادوية ده مكملات غذائية بس بصراحة ترى ما ان احنا من اكل يعني مش ببقى فيه كل المكونات الغذائية فالواحد يزود من هنا شوية بتاع بالفيد يعني الحقيقة الاسعار بتاعت الادوية زادت جدا 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 والكنال ده مشكلاني انا حوريك ودلوقتي الناس بتقول ايه على صفحات الجرائد يعني شركات اللي بيعملوه يعني بيستغلوا مرض الناس واحتياجاتهم وان دي حاجات انت مضطردة اخدها يعني دي مش مضطرة لكن فيه ناس تانية عيانة فعلا ما يقدرش يعيش من غير حاجات زي الانسولين او زي مثلا الادوية بتاعت الروماتويد والروماتيزم والحاجات دي كلها يعني فيه ادوية بتبقى خلاص جزء من تكوين البني ادى عشان يعرف يعيش ويمشي ويكمل اليوم بتاعه او ادوية الحساسية المزمنة ففيه حاجات زي كده بيزودوا عليها الاسعار بشكل غير عادي فانا كنت عملت شورت شورت هي الفيديوهات القسيرة دي بنزلها على القناة لو بتاخدوا بالكم منها بتبقى مدتها دقيقة فانا كنت عملت شورت قلت فيه ان شركة كبيرة زي شركة ايلاي ليلي هي افماها كده ايلاي ليلي فالشركة دي بتعمل انسولين ومن اكبر الشركات اللي بتعمل انسولين يعين معظم صنوعة الانسولين جاية من الشركة دي فقررت انها تقلل فعر الدواء بتاع الانسولين تخليه تقريبا 35 دولار حسب متطلبات الحكومة الامريكية بيعملوا الفايل اللي هي الامبوبة الصغيرة كده او البان بيبقى عبارة عن قلم باخر حقنا فالمرضة السكر بياخدوا الحاجات دي بصفة دولية على اقل مرة في اليوم لا فيه ناس بتاخدها مع كل وجه فهو قرر يخذي فعر الدواء 35 طب هو نزل من كم من حاجة وتفعين دولار طب كان بيبيعه 95 او كده خلاه 35 فقلنا لهم والله قد ترخيركم شكرا لقينا ان سعر تكلفة الدواء على الشركة 12.5 دولار ده الكلام المعلن يعني حتى بعد ما خفضوا السعر هم بيكسبوا فوق كم ضعف من فعر الدواء ده فلما قلت كده لقيت نفس التعليقات بتقول اه ما هو طبيعي شركات الأدوية بتزود السعر على بعض الأدوية علشان تقدر تاخدوا الفلوس بقى تحطها في الريسيرش والديفالوفمنت وتقدر انها تعمل أدوية أخرى الكلام ده وإن كان يبدو فيه شيء من الصحة إلا إنه لأ شركات الفارماسوتيكلز بتكسب مبالغ خيالية ملايين البلايين من الدولارات بيكسبوها من مرض الناس وفيه أدوية حيوية أدوية عشان الإنسان يعرف يعيش يعني أنا مثلا صبل مزيانة بيخدها أنا مش مضطرة بس فيه ناس تانية اللي بياخدوا أدوية بتاعت الإنسولين ولا الأرثرايتس ولا أدوية الحساسية المزمنة أدوية اللي لازم تتاخد أفعار غير عادية غير عادية أنا فيه ده وبخته هو مش ده وهو كريم موضعي جيت حط كده فأنا كنت باخده تبع الإنشورانس فالمهم الإنشورانس وافق على كمية وكمية زيادة مش موافقة عليها فالمهم تكلمتهم قلتهم طب هو كام قلت خلص يعني ممكن إيه لأ يعني أنا محتاجها فكام يا جماعة خمسمائة دولار قلتهم إيه كام أنا كنت بدفع عليه كوبي مش عارف حاجة وتلاتين وكنت مستغليا بقول حاجة وتلاتين كتير لأ ده طلع عنده هو سعره خمسمائة خمسمائة دولار انتو بتتكلموا جد قلتهم انت بتتكلمي جد قلتهم انت متأكدة سعر الدواء خمسمائة دولار ده شيء غير ده مبالغ فيه يا جماعة عارفينينا ليه بقول الكلام ده لأننا نفس الدواء ده سألت عليه في بلاد تانية لقيته أقل من نص الفعر الدواء الدواء ممكن تشتريه من أي حتة بحاجة وعشرين دولار وأنا بدفع كوبي مع الإنشورانس تلاتين وهو سعره خمسمائة يعني الكلام ده طبيعي ده حتى بايدن نفسه في آخر لقاء دي كان طالع بيتكلم على الموضوع ده بيقول نفس الدواء نفس الرشدة نفس الدواء نفس المصنع نفس كل حاجة تقدر تجيبه من أوروبا تقدر تجيبه من من المكسيك تقدر تجيبه من طبعا من بلدنا بأقل من ربع التمن اللي بتتفعه لنا هل ده طبيعي معا أن بقى شركات الأدوية موجودة هنا بأمريكا يعني انت لما تطلع الدواء وتشحنه وتسفره عبر المحيطات لبلاد تانية بتدفع أقل من الربع أو يمكن الخمس بتاع سعره اللي انت مصنعه هنا بأمريكا مجرد شركة نقلة بتنقله للأجزة الخانات هل ده طبيعي هل ده حتى عقل يعني مش معقول لحاجة مش طبيعية المهمة بقى ان شركات الأدوية قررت انها تعلي أسعار الأدوية على ألف دول آآ دلوقتي آآ من أول يناير اللي فدها السنة الجديدة وهي كأن الناس مش يعني مش كفاية بصوا تعالوا نقرأ مع بعض انا حوريكو علشان محدش يقول انت بتجيبهي الكلام ده منيه نقرأ نقرأ الأخبار وتشوفوا المصادر معايا خلاص آآ يلا بيه الخبر ده جاي من يو اس اي تو داي بيقولك لماذا دراج ميكرز هف ريزد كريس او نيرلي ألف دوليه صناع الأدوية رفعوا السعر على الأدوية على ألف ألف عقار عقاقير أيوه على ألف واحد في هذا العام يا جماعة مش معقول المهمة بقى مين الشركات دي أبفي اللي هي بتعمل هوميرا اللي هو بتاع الأرثرايتس آآ فايزر بريستول ميرز كويب فايزر ده فانتوا كسبتوا مبالغ فوق الخيال من الحكومة الأمريكية أيام أيام ما كانوا لسه بيعملوا أيام الCOVID-19 لما كانوا لسه بيعملوا الأبحاث الحكومة دفعت لهم بلايين للأبحاث فقط وبعد ما طلعوا الدواء بعود الحكومة فمش معقول مش معقول يعني هوما ما بيكسب الناس دي مش بتكسب بتكسب وزودوا الأسعار على آآ على أدوية كتيرة جدا فطبع وقالت لأ ده الريسيرش ومش عارف إيه ومش معقول ففيه المهم يعني فيه نون بروفيت أرجانيزيشن اللي هي فورتي فيكس بروكلين آآ نون بروفيت أرجانيزيشن بتعمل الأبحاث حاس لقيت إنهم زودوا الأسعار على ألف دواء من الأدوية اللي الناس بتعملوا فطبعا يعني طبعا بيقولك إيه بقى بصر إيه آآ hidden from public view يعني إحنا الناس ما بناخدش بلنا من الحاجات دي الأسعار زادت قد إيه تقريبا بيقولك خمسة في المية خمسة في المية كتير يا جماعة الأسعار أصلا مبالغ فيها مبالغ خمسة في المية كتير على الناس اللي بتحتاج داخل الدواء كل يوم وكل ساعة مش معقول الكلام ده طيب نشوف حاجة تانية بايدن أو دهل بيقول إن إدارة بايدن عملت طلعت راوند من 27 دواء قالت إن هم حيدوا عقوبات يفرضوا عقوبات على شركات الأدوية لأنهم رفعوا أسعار الدواء على أدوية تانية فوق الرقم بتاع الإنفليشن يعني التضخم كان رقم فهما بقى اللي بيحصل إن الشركات بتركب الموجة بتاعت التضخم تقول أه الأسعار زادت التكاريف زادت علينا في مشكلة نرفع الأسعار فبيركب ياخدوا بيادة الأسعار دي كأنها أو التضخم بتاع الأسعار ده كأنها غطاء عشان يعلوا الأسعار بشكل غير عادي فشركة فميديكير دلوقتي لإن خلاص حسب الاتفاقية اللي عملها بايدن لما قال إن ميديكير من حقه إن هو ينجوشية الأسعار أو يناقش الأسعار مع شركات الأدوية فبايدن قال لهم إن آآ آآ إن الميديكير دلوقتي قال للشركات للشركات الأدوية دي أنتوا لازم ترجعوا الزيادة اللي حنا فعلناها لكم لأن ده ده غير عادي بيرجعوا يعني بياخدوا فلوس غير عادية للأدوية وبيفتعملوا الغطاء بقى أي مصيبة تحسن يقول لك آآ آآ الأسعار فيروحوا مزودين الأسعار وده غطاء عشان يزودوا الأسعار بشكل مبالغ فيه فميديكير دلوقتي قال لشركة الأدوية أنتوا عقابة اللي كن لازم ترجعون الفلوس اللي إيه اللي إنتوا آآ آآ يعني آآ خلطونا نتفع إيه هما الأدوية دي 27 دواء دي الأسامي بتاعتهم فإنت ممكن تبص على الليفتة دي براحتك كده بص عليها أنا عمشاهي بالراحة وشوف إذا كان في حاجة من الأدوية دي أنت كنت بتتفع طبعا بعد كده هتلاقي إن الأسعار هتقل عليك لأن هما أو في 27 دواء شوف أجاب لكم إيه ده سي أن بي سي أنا ورت لكم ذا هلو آآ يو اس اي تو دي كل الشركات أهيب نتكلم إن في آآ يعني آآ 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 أسعار أدوية عالية جدا واكتشفوا إن سعر الدواء مبالغ فيه وطلبوا مشاكل يعني يرجعوا لهم الأسعار آآ يعني يرجعوا الفلوس اللي خدوها زيادة لماديكير وده طبعا هيقلل التكلفة على الناس اللي بتدفع كوبي وكون شونس وبكلام ده كله على 27 دواء دي الراوند الأولانية ولسه فيه راوند تانية هتطلع فيعني آآ حقيقة شيء آآ كتير اللي بيحصل ده كتير 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 ومش معقول إن أمريكا مصنعة الأدوية يطلق يبقى الناس اللي فيها بيدفعوا أسعار مبالغ فيها للأدوية والله يا جماعة لسه أنا بحكي لكم على الدواء بتاعي كريم موضعي ولا حاجة وممكن معك تعملوش طبع بخمسمائة دولار واحدة تانية برضو لسه بتحكي دي الدواء بتاعي حقرت لهم طبعا عمي ممكن ندفع خارج الإنشونس قول لها الدواء بتاعك بسبعمائة وستين ايه ده ايه ده 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 عقل ده وبيكسبوه محدش وكل ما يعني حيدفعوا بالنحية التانية وروح نزود لك السعر على على ألف دواء انت قولولي بقى الناس اللي بتشتغل في الفرماسيطيكال وفاهموا أكتر مني فهموني هل ده يعني منطقي لو هو هو نفس سعر الدواء من نفس المصنع من نفس الشركة اللي بتنتجه اروح اخده عبر المحيطات الا ايه ارخص من الدولة المصنعة يعني فهمونا انتوا ايه رأيكم في الكلام ده لو كان الفيديو فاتك باي معلومة فتح مجال عشان نتكلم فيه دخلونا نتكلم في القومنت تحت وصبسكرايبوا في القناة مع كورانيا سلطان ودي حكايات من الولايات اشتركوا في القناة